حقق الدهب ارتفاع صاروخي السنة بعد مصاره كتار يهربوا من تخزين مدخراتهم بالدولار في مجموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية بتوقف ورى اللجوء للدهب أولاً في دول خايفة أن تستعمل الولايات المتحدة العقوبات أو الكيود التجارية على العمليات المدولرة لأهداف سياسية مثل مصار مع روسيا بعد الحرب الأوكرانية لهالسبب في مصارف مركزية اشترت الدهب لتنويع احتياطاته قيمة الدهب اللي اشترته المصارف المركزية بالـ 2022 والـ 2023 هو الأعلى بآخر 55 سنة وبطالية المشترين الصين اللي خفضت اعتماده على الدولار مع تنامي خلافاته مع الولايات المتحدة تانياً على المستوى الاقتصادي التضخم العالمي مستمر وعن بيكل من قيمة الدولار وحماية الاحتياطات والمدخرات صارت بتطلب اللجوء لبديل آمن مثل الدهب أسباب تضخم متنوعه من الاترابات العسكرية مثل الحرب على غزة وحرب أوكرانيا لرفعت أسعار النفط والحبوب للسياسات اللي توسعت بطبع العمل الصعب لمواجهة أزمة كورونا أخيراً صار الاقتصاد لأمريكي نفسه ضمن دائرة الشك السنة الماضية خسرت سندات الدين العام الأمريكية تصنيفها الممتاز عند وكالات موديز وفتش لأسباب مرتبطة بارتفاع معدلات الدين والتدهور المالي المتوقع خلال السنوات لثلات الجيين فما عادت سندات الدين الأمريكية استثمار خالي من المخاطر وهالشي بيزيد من الخوف من مستقبل الدولار اشتركوا في القناة